نستهل جولتنا اليومية في صحف أوروبا الغربية من ألمانيا حيث نقلت يومية دوتشت سايتونغ في مقال بعنوان الخبراء يحذرون من تخفيف سريع للقيود أراء بعض الخبراء الذين أكدوا أن نرفع بعض الإجراءات المفروضة في إطار الحجر الصحي قد تترتب عنها نتائج وخيمة في ظل التفشي السريع للنصخ المتحورة من فيروس كورونا ومن ثم فإن التخفيف ينبغي أن يكون متأنيا ومدروسا ونقرأ على يومية كورياري ديلا سيرا الإيطالية أن البلاد تلقت 18 ألف جرعة لقاح من شركة فايزر وإذا توفر اللقاح الكافي فسيتم تطعيم جميع الأشخاص المسنين في ماريس القادم وفي فرنسا استأثر المشهد السياسي الإيطالي الذي تميز بتعيين ماريو دراقي رئيسا للحكومة باهتمام صحيفة لوموند التي كتبت في مقال بعنوان دراقي يجعل روما تسير على خطأ أوروبا أن رئيس الحكومة جدد تأكيد على توجهه المساند لأوروبا علما أن إيطاليا هي أول بلد مستفيد من خطة الانتعاش الأوروبية صحيفة The Times البريطانية سلطت الضوء على خبر حجب فيسبوك لمضامين إخبارية كثيرة في أستراليا ردا على مشروع قانون يفرض على الشبكة الاجتماعية دفع أموال للوسائل الإعلامية مقابل مضامينها في خطوة وصفتها الحكومة الأسترالية بأنها استبدادية مشيرة إلى أن فيسبوك لاقت إدانة دولية على إثر هذا القرار